وصفتي لليوم أطيب وصفة هندية واللي هي البتر تشيكن أول شي بقطع دجاج لمربعات صغيرة وبضيف عليها معلقتين كبار من اللبن معلقة كبيرة من الزيتون هرسة 2 تومة وهرسة زنجبيل وعصرة نص ليمونة بتبلهم بالملاح والفلفل الأسود والبهار الحار وأي نوع من بهارات الهندية يلي عندكم بغطيهم وبحطهم بالتلاجة للي كاملة وعندي الألي بضيف الدجاج بألاي وبضيف عليهم معلقة كبيرة من الزبته وأول ما يتحملوا من الجهتين بحطهم على جنب وبنفس القلاية بضيف معلقة كبيرة من الزبته وبصلي مفروم ناعم وأول ما يذبلوا بضيف عليهم نفس البهارات يلي ضفتهم للدجاج وبرجع بهرس عليهم 2 تومة والزنجبيل وهلأ رح أضيف عليهم 5 حبات من البندورة مقطعين مربعات كاسة من الكاجو وكاسة ونص من المي بغطيهم وبتركهم 5 دقايق على النار بعدها بضيفهم بالخلاط مع معلقة صغيرة من معجون البندورة بخلطهم كتير منيح مع بعض وهيك بيكون عندي القوام مناسب آخر شي بضيف عليهم ربع كاسة من الكريمة بخلطهم كتير منيح مع بعض وبنزل عليهم الدجاج وبتركهم على النار لمدة دقيتان أنا قدمتها مع الرز الأبيض وبستمتعوا بأطياب بوتر جيكن وصحتين وألف هنا بالترجمة نانسي قنقر سيق من المنتظر سي still